اشتركوا في القناة بس نحكي عن الصوم ما عم نحكي عن فترة الصوم عم نحكي كيف الانسان هو بس يصوم شو بيصير فيه بالصوم الانسان بيضبط حاله بيضبط حاله يعني بيعمل مثل عكس ايرادته بيعمل شي هو ما بيحب يعمله عادة شو الهدف من هالأجرسيس مش بس الهدف انه انا ما اكل الهدف انه انا سيطر على اهوائي سيطر على نزواتي سيطر على بيستعمل كلمة الشهوة يلي فيي هاي دي الكلمة بيستعملها انجيل يوحنى برسالته الاولى شهوة الجسد شو هي شهوة الجسد شهوة الجسد يعني انه انا بدل ما اكون عم بسيطر على حالي ومشي حالي نحو الخير نحو البركة بيصيروا اهوائي يسيطروا علي من هون بنتج فيي كل شي غضب كل شي حب الملازات السكر الشرب الدروق الساكس المخدرات الى ما هوني لك هاو دي كلهم بنتجوا عن انه رغباتي بتسيطر على ارادتي بدل ما انا بكون عم قس على الخير لخيري الشخصي قبل ما يكون خير غيري بدل ما احب ذاتي بطريقة صحيحة تخليني انه انا انما بمعرفة الله وبمعرفة ذاتي واني اتحد بالله ترجع رجلش حالي بحسب ارادة الله بروح انا بعيد عن ذاتي بتغرب عن ذاتي متذكر شو صار بالابن الضال وقت بعد عن بيت بيو بقلنا الانجلي لوقى انه تغرب عن ذاته حتى ومشان هيك وقت القرى يرجع عن بيت بيو بقلنا رجع الى ذاته فنحنا بالسوم بدنا نرجع لذاتنا شو يعني منرجع لذاتنا أنا بالخطيئة شو بصير فيي بالخطيئة بخسر علاقتي الصحيحة مع ذاتي وبالتالي بدخل متل صراع بيني وبين حالي بلنا مربولوس الخير يلي لازم اعمله ما بعمله والشر يلي ما بديه بصير بعمله هاي دي الخطيئة بينما أنا بالسوم برجع برجلش انه انا سيطر على حالي مشان هيك الصوم هو اعادة لعلاقتي الصحيحة لذاتي بيني وبين ذاتي برجع برجلش علاقتي بذبطها وبالتالي ببطل الأهواء تسيطر علي إذا بنرجع لسفر التكوين الله شو بيقله لأدم بعد الخطيئة بعرك جبينك تأكل خبزك رح يصير في عندك مشكلة أنت بينك وبين الأرض ولحوة بقلة أهوائك رح تسيطر عليك هؤدي كله النتائج الخطيئة واليوم لاش قيين قتلوا لهبيل لأنه غار منه هاي دي نتيجة الخطيئة أنا وقت الانا برجع بفوت لعنة ذاتي وفوت على عمق أعماء ذاتي برجع بيكتشف أنه أنا ما عندي شيء أخسره إذا غيري كان مبسوط ومرتاح أنا بس فوت على عمق أعماء ذاتي برجع بيكتشف أنه أنا بذاتي حلو كتير وهي دي تقدر اكتشفه أكتر وأكتر بدي يصوم يعني بدي أنا بإرادتي وبحريتي وبوعيي سيطر على ذاتي هاي دي السيطرة على الذات بتخليني أرجع عيش بسلام سلام هو شيء بينبع من داخلي أنا ولكن هاي دي السلام تقدر عيشه بحاجة أني كون أنا عم بسيطر على شهوتي وعلى أهوائي كلها سوا مش هي تسيطر علي هاي دي السوم بخليني أني أرجع أدخل على ذاتي بس أنا أدخل على ذاتي بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة أرجع زبّت صورة الله يلي فيي برجع أنا لعيش السلام بيني وبين ذاتي وهيدا السلام بيني وبين ذاتي بخليني أنه عيش الرجع لأنه بيكتشف قديش الله بذاته حاضر فيي وقديشني أنا حلو بعمق ذاتي وقديشني أنا خير بعمق ذاتي وقديش أنا قادر أني أدخل بعلاقة مع الله أنا شخص وهو شخص بحبه وبحبني وسوا منمشي حياتي على الأرض تقصى اللي عنده على الأبدية والتقي بوجه الحلو ومجده للأبد أمين اشتركوا في القناة